اشتركوا في القناة من برنامجكم صوتكم راح نعرض لكم بها ابرز ما تم تداول على مواقع التواصل الاجتماعي وننتظر مشاركاتكم عبر ارقام واتفنا حتى تطلعون اراءكم بالمواضيع اللي نطرحها في حال ما تأمن الخطوياتكم وردتم لمشاركة تقدرون تتصلوني انا او تتواصلوني انا عفوا عبر تطبيق الواتساب على الرقم الاخير اللي تشوفوه بالاسفل جوالي بصفة الاشارة خضرة برسالة مكتوبة اتمنى تكون رسالة المتبوعة بالاسم والمكان حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيرة من حلقة هذا اليوم نبدأ حلقتنا مشاهدين الكرام اليوم بملف الصحة المتردي ومعاناة المواطنين والمراجعين للمستشفيات الحكومية بسبب ندرة او شح الادوية بوقت تعتبر بي البلاد غنية بالموارد ورغم قلتها الا ان الحكومة ترفض تشغيل المصانع العراقية لتصنيع الدواء احد المواطنين انتقد الاهمال الصحي للمرضى بداخل المستشفى الحسين التعليمي بمحافظة المثنى يقول ويجتداد الالم لمرضة ما احد راجعها وما احد اكتشف حالة الصحية ما احد اكتشف على المريض ولا اجاه ممرض ولا اجاه طبيب وتركوي صارع الالم بسبب انه اكو نقص بالكوادر الصحية الطبية العاملة في المستشفى بالمثنى تعالوا نشوف احنا دائما نحجي على النظر اشنا دائما نحجي على النظر احنا دائما نحجي على النظر النظافة الموجودة بالمستشفيات وما شاء الله تطلع المستشفيات ماتنا بها درجة عالية من النظافة. لكن ما المريض ينترك بعاجل وليش اسمع عاجل. لما أنت الطب إلى طوارئ أو عاجل ليش اسمع عاجل هي 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 عجالة بكل شيء المريض ما يجال المريض تدريجيا ومتحضر له نفسيا والألم يتحضر له نفسيا بحيث أنه لما يطب للمستشفى يقول له ليش ما جاءت من وقت هو مو سن مسوس وتركه أيام وأشهر إلى أنه نخر السن لما يطب على طبيب السنوني عاتبة ويقول لأنت اللي هملت سنونك لا هو ألم أو مرض داخلي ما يعرف به ما يشعر به بلحظة فلما يدخل سمي بطوارئ أو عاجل لي هو لي لعجالة التدخل الطبي اللي يصير وياه حتى يعاجه من الحالة اللي هو بيها بل كدل الأخ يحتاج إلى عملية فلنفرض جدلا أنه المرارة من فجرة بجسمه أو واصلة إلى التهاب عالي درجة عالية من الالتهاب وانفجارها قد يؤدي بحياته إحنا أنا شي سوي المريض متروك بصورة هاي أحد المراجعين هذا الحال اللي دا شوفه وهي الحالة اللي راح نسمعها اللي هي اللي دخل الناس توصل لللي قال له هذا المراجع أحد المراجعين بالمستشفى الجمهوري بمحافظة بصري شين صح يقولهم يابا لتروحون للمستشفى الجمهوري لا توصلوا له لأنه تتفاقم حالتكم مثل اللي صاروا ياه لأنه تتفاقمت حالة المرضية بسبب الاكتظاظ وترد الخدمات الموجهة هذا الواقع الصحيلي بالعلاقة هاي يعني تخيلوا المريض وصل به الحال أنه قعدوا ببيتك حسن لك تتمرض تحمل المرض لأنه احتمالية تحملك للمرض وأنت بالبيت أفضل من احتماليك تحملك الألم والمرض وأنت بالمستشفى لأنه المنظر اللي دا شوفه والروائح الكريهة اللي دا اجتمه وكثرة الأزبال والنفايات بالمستشفى وعدم وجود تعقيم هي تخليك تشمأز من الدخول إلى المستشفى الحكومي ولهالسبب الناس بعد مقامة تتحمل فعدنا وقف احتجاجية وين بالبصرة ليش لأنه يقول لك ماكو علاج بالمستشفيات الحكومة تصرف وتقول إحنا صرفنا أموال طائلة ومليارات ومليونات الدولارات لشراء الأدوية زين وين هاي الأدوية الناس هنا تقولكم أنتوا صرفتوا ودد حاسب الحكومة على صرفه اللي هي قالته أنه إحنا صرفنا مليارات على أدوية وين هن تعالوا نسمع الله سلام عليكم غفة احتجاجية من أمام دارة صحة الفصلة اللي هو مديرا يكون كل شيء يتوفر بالمستشفى من البراسيجون ما أعتقد عدو لأن ما أعتقد واحد يقلل المستشفى وما راح للصيدلية والصيدليات بعد تكون علاقات بين طلب اللي داخل المستشفى هم علاقات للهم السيدلية فهي طلب مع وقيد مع وقيد طرعي مظاهرة يعني بأي دولة مع وقيد طالبه بعلاجه 25 نائم يوم من واحد طابلة مستشفى ما ظه الله تعال برضه اشيء ما ظه الله والوادب تجدي علاج مع الأسف على دولة وهي البصرة أم النبض ومد غير يقضها إدارة فاسلة فاسلة فاشلة ما تبيت لبو حلاوة على كل شيء شو نقدموا لهاي الوادب؟ قبل أيام يقول لشيء بتوفر قلمس الجميع شبري؟ علاج لي؟ علاج؟ علاج؟ علاج لي؟ علاج لي؟ علاج لي؟ بـ هذا كله خلوه مضاره باش يطالح حتى يقدر يكمل حياته وقبل اجل العيش ها مطالقات الوشف تياريت وزير الصحة وزير صحة المصنع يبطل هذا الجارة يعني وصل بذوي الاحتياجات الخاصة اللي في كل العالم ذوي الاحتياجات الخاصة لهم اسبقية في كل شيء بالمعاملة بالسفار بالطيارة بالباصات بالمحلات بأي مكان هسا إذا تروح لأوروبا وطب إلى مول ويدخل واحد على كرسي أو شايل أكازة تلقى الناس توقف وتقول لها تفضل مو تنمرا لا احتراما إلي اليوم ذوي الاحتياجات الخاصة شايل لورقة ويقول أريد أمبريل خمسين وهذا اللي يحتاجها أربع مرات بالشهر ستة شهر يعني 24 أبرا 24 أبرا المواطن اللي يحتاجوها بعد ويقول لك هاي الأبرا مهمة لأنه إذا ما أخذها ما يقدر يعيش فالدولة مقصرة وياه لأنه هي الدولة فعليا لما ما دتوفر هذه الأبرا أو هذا الدولة هي دتوقع على حكم الإعدام فيضطر المواطن شي سوي يروح يدورها بره وبره ما شاء الله إحنا عدنا صيدليات كوم أبا صيدلياتنا اليوم بالعراق لا أكو رقابة على السعر ولا هم يعزنون اللي موجود بالعراق أبو الصيدليا بكيفة وأبو الصيدليا مو بكيفة هو بكيفة أبو المذخر وأبو المذخر الله يعلم بيد منه يا مسؤول يا متنفذ يا مرتبط بحزيب هو بكيفة بعد ببيش يصرف الدول أحد الناشطين هنانا همينا بالبصرة ينتقد تصريح مدير عام البصرة مدير عام صحة البصرة عفوا اللي هو عباس تميمي أذكر اسمه إن إشقال عباس يقول البلاد مدير عام صحة البصرة يقول العراق تعتبر بلد منتج للدول وأكد أن المحافظة الناشط مو المدير المدير يقول البلد منتج للدول إذا البلد منتج للدول إذا الدول متوفر لكن ناشط الناشط يقول يقول البلد أو المحافظة تعاني من نقص كبير بالعلاجات ويجب توفير العلاج والاستجابة للمرضى وذويهم اللي طلعوا بوقف احتجاجية أمام مبنى صحة البصرة تعالوا نسمع طلعوا قبل أيام يقولون مدير عام صحة البصرة موفر كل العلاجات مستشفيات نظيفة مدارين ما مقصروا يا أنا سيد مدير عام صحة البصرة هاي العالم اليوم مظاهرة أمام دائرة صحة البصرة المطالبة بالعلاج علاج ما متوفر والوديل الأطباء ما جاي تنصح به السيد وزير الصحة يقول العراق منتج للعلاج صار أكثر من سنة يعني العراق ظل ينتج علاج وينطي للدول زيان هاي البصرة يوميا تصدر خمسة مليون برمين نفط وبدون علاج البديل العلاج احنا ما نريده احنا ما نريد احنا نريد نعيش ما نريد نموت انتو بتطولنا علاجات نموت فيها احنا ما نريد نموت أردعيش كل شي ما أريد أردعيش لا أريد راتب لا أريد تعين أطالوا بس بحق بالعلاج الله أكبر الله أكبر هذا حجي الناس أمام تصريحات المسؤولين لما يطلع لك مسؤوله يقول لك العراق منتج للدواء نعم فعليا هو العراق منتج للدواء لو المعامل مشتغلة احنا عدنا معامل مع الأدوية وأشهرها معمل سامراء معمل سامراء لتصنيع الأدوية كان العراق بوقت العصار يصدر علاجات يصنعها مصنع سامراء للأدوية إلى دول الجوار فشانت الأدوية العراقية موجودة بدول الجوار قد تكون في أوروبا وغير دول الخارج لكن احنا في بلد عفوا في زمن الديمقراطية في الوقت اللي انفتح العراق على العالم بشكل أكبر في وقت اللي انفتحت موارد الاستيراد بشكل أكبر اللي من المفترض أنه الحكومة تقول أنه ديتش الحكومة كانت تصنع الدول بموارد بسيطة جدا على اللي تقدر تستورده نحن اليوم نقدر نستورد كل المواد الخام لازم نوسع الانتاج وتكون الأدوية العراقية متوفرة في كافة المستشفيات الحكومية لكن اللي دي يصير هو العكس الناس لما شافت هذه الفيديوهات علقت على هذا الموضوع وأول تعليق موجود يعني من حيدر طالب انفلات في مؤسسات الدولة لا رقابة ولا محاسبة وأغلب المسؤولين يستغلون المواطنين مدير الصحة عباس التميمي يجب محاسبته وإقالته من منصبه لأنه لم يقدم شيء في مؤسسة الصحة فاضل الروميثي خلي شوف محافظة المثنى الأوضاع والله البارحة الطوارئ مال الروميثة هيش بيها الوضع مغزي للغاية يعني معقولة ماكو أطباء بس واحد علي فهد أغلب المسؤولين ينظرون للمنصب على أنه السلطة وأموال ليس المنصب يخدم فيه الشعب المرضى في المستشفيات لا علاج ولا خدمة والفقراء لهم الله والسيد شريف العراقي يقول أنتم مصدقين أكو مستشفيات وعلاجات واستقبال للمرضى في العراق فقط صرف وفلوس وكل تطور ماكو فكان هذا تعليق الأخوة على ما يحصل في العراق خصوصا فيما يخص انهيار القطاع الصحي العراقي عبد الرزاق من باب الحياة كلا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سادف الأكثر قطاعين بالعراق بعد أجتماع ثافة ضررا وتأثرا هو القطاع التعليمي والقطاع الصحي بالرغم يعني كل القطاعات يتأثث بس أكثر تأثير هو القطاع الصحي والقطاع التعليمي وكأنما ذن القطاعات يعني شو مثل ما تقول مهيئين يعني هما القطبية يعني حالون يدمرون القطاعات ذن التعليم والصحي بأوامر خارجية هذا ما معروفة يعني أستاذ أفل شوف هسا تروح للمستشفى الحكومي تقرأ لافتة بسم الله الرحمن الرحيم وإذا مرض فهو يشفين يعني جاي آني اللي أستشفها واللي أستنتجها من المقوى من الآية القرآنية بأن المستشفيات الحكومية تقلها للمريض خذ أنت وربك يعني تضرع رب العالم فهو اللي يشافك لا تجينا لأنه نحن نقول شو ما عدنا تروح للمستشفيات الحكومية يا أستاذ أفل توب غلوب يعني مستشفيات قصدك الأهلية 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 نعم الأهلية تلقاها يعني مستشفيات نظيفة مرتبة إليش هذه يعني هذا المستشفيات الحكومية من يروح المريض كل شي ما يلقى يروح للمستشفيات أهلية كل شي موجودة ونظيفة يعني يا أخي زين هذا الفقير وين يروح نعم إذا يعني ظرف المادي صعوب حياتهم عكرة يعني تعال يعني ما عرف يعني نحن صح نعرف نحن النظام مالتنا صار رئيس مالي بس مو يعني هسا الدورة رئيس مالية الفقير مالتها يعني يعني فد مرة يعني نعم 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 لازم يكون أكو معالجة لهاي الأمور أستاذ أفل يعني إحنا من لوم إحنا مدير مستشفى مدير مستشفى يشتغل بالإبكانية والقدرات اللي موجودة عدة لكن إحنا لوم الحكومة ولوم الوزير الوزير المفهوظ يبتر على المؤسسات الصحية ويعالية الخلل والخطأ اللي موجود بمزارته بالدور اللي تابع إليه نعم لكنه إحنا لغياب المتابعة غياب المراقبة وقبل الجهات المسؤولة هو اللي جاي يعني يزيد للفسار ويعني جاي الضحية منه وضحك المواطب المواطب بالتاك الضحياتي لك شكرا شكرا لك أخي عبدالرزاق يعني هو من المفترض هو صح اللي دي يحكي لساء عبدالرزاق وهذا واقع عراقي إذا كان أكو مسؤول فاتح مستشفى خاصة به مو معناها يهمل المستشفى الحكومي عند حتى عنوزر الصحة بالتعديد لأنه سأذهب إلى كل دول العالم أكو ناس ملياردرية فاتحة مستشفيات زين ذن المستشفىات ما يشتغلان لا يشتغلان والمستشفيات الحكومية اللي موجودة بدول العالم ما يشتغلان لا أهمين يشتغلان لكن أكو 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 فرق بين الرفاهية المقدمة بين هاي وهاي المواطن العراقي يقول لك اليوم ما أريد رفاهية أنا أريد الدول أريد العلاج أنا كفقير ما عندي فلوس أرضا طب لمستشفى حكومي أتعالج وأطلع الرفاهية اللي دنيتش اللي أسب دول العالم أكو مستشفيات جديدة يسموها مستشفيات فندقية إنه بيها بيها خدمات ما موجودة بكل المستشفيات كأن تكون مثلا سويت كامل أنت وعائلتك تقعدون به وترتاحون وماعرف شنو وتقيم به هذا المستشفى قد تكون به مثلا عمليات تجميلية قد تكون به عمليات صعبة قد تكون به عمليات أخرى قد تكون به خدمات الذهب من وإلى المطار قد تكون به شخص يترجم لك إذا أنت ما تعرف اللغة هاي بذيك الدول ويأخذون فلوس نظير هاي الخدمات اللي هم يطوكيها لكن بالمقابل يطوك خدمات وعلاج وإذا تطلع بنفس ذيك الدول وتروح إلى أي مستشفى تابعة إلى الوزارة الصحة اللي تتبع ذيك الدول تأخذ العلاج حالك حال أي مواطن لكن اللي داي يصير اليوم بالعراق الفقير مدى يلقاه لأنه الجماعة عدنا خصوصا اللي بالوزارة هم محتكرين الدول الأهلية ليش؟ لأن الأهلية تابعة إلى أحزاب وسياسين ومتنفذين وقريبين من الأحزاب خلينا نقول حضوات والحكومية هو الوزير داي يهبطها ويأذيها ويدمرها ويشيل الدول من الأداء حتى المواطن ينجبر يروح للأهل وينفع جيب المسؤول هذا اللي داي يصير أحد المواطنين رصد لنا واي مو أول مرة نشوفها بالعراق أكثر من مرة صار شفناها لما نشوف قطار يفتر بين الأحياء السكنية بين البيوت هذا الحكي داي يصير وين بالعاصمة الحبيبة بغدان ويتساءل المواطن هنا يقول وين الدور ماجهات الرقابية بمشهد يعكس لكم حالة الفوضى بهذه الصورة واللي داي يعيشها العراق وغياب التخطيط في بناء المنازل وتوسيع المناطق السكنية وتنظيم خطوط السير ووسائل النقل العامة فشلون قطار يمشي بصفة حياتينا لبيوت تعالوا شوف أنا بس أريد أعرف هاي شون اللي بيوتهم بنت يا لاز يا عالم يا وزير النقل وينكم يا عالم بس شوف هاي شون هاي محرمات شون بنت بيوت هنا بس قلوا لي شلون شوفوا قطار بس شوفوا شوفوا يا عالم شوفوا العراق ويندي يوصر شوفوا شوفوا عسك يا عمي العالم بنت شوفوا لاكو قانون لاكو دولة بس شوفوا العالم وين قاعدت ابني بيوت شون مبعت هاي القطار منه باحة منه منه باحة هاي كلها ملك للدولة هاي هاي أراضي محرمة محرمة هاي شون مبنت قطار يمشي بنصر البيوت ولكم وين صايرة هاي ولكم وين صايرة هاي بس بالعراق من البيوت خاني مشي قطار بين البيوت بس شوفوا شوفوا هاي ستشة شوفوا هاي ستشة شوفوا يجي بيها قطار هاي هاي اللي جي بيها قطار هاي وهاي ستشة يعني القطار بالفرع يمشي بالفرع يا ناس يا عالم والله العظيم القطار بالفرع ده يمشي والله العظيم شون انبنت هاي ارجع وقول شلون انبنت يا عالم هسا جماعة بالعراق لما نريد يدلي بيتها الله يساعدك ابو فلاني شونك شون اخبارك وين بيتك حبيبي حي العدل مع ملو الطحين القديم تندلي يقول لي يقول لك اقبالك وستشة ما القطار امشي وياها مو اول لوفة للستشة ثاني لوفة اوقف هناك بيتك بالهاي اكو شي بالتخطيط العمراني يسموها محرمات حتى لما التخطيط المدني المدن بين مدينة ومدينة اكو اكو مناطق ممنوع ينبني بها شي ذني ذني عواميد الضغط العالي العالية ما الكهرباء ممنوع ينبني جواه يقول لك للاضرار الصحية اللي سببها التيار الكهرباء اللي مار باسلاك الضغط العالي فممنوع وهنا همينا اكو اضرار صحية خاف عبالك ما باضرار لا البناء يسلم من رجة القطار ولا الناس تسلم من ازعاج القطار وازعاج لتشروخ على السجة فهاي منطقة محرمة زين اضافة الى ذلك كل قطار يلازم الى مجال زين هذا القطار اللي هو مثلا ارضه متر ونص فرضا متر ونص او مترين واللي ينقل الركاب اذا حطولها عربة وشايل بها مواد والعربة قطارها مثلا ستة متر يوصل للمنطقة ويقولهم انا اوقف ويخابر ادارة السكة كل حديد بالله انا وقفت بفلال مكان لين اكو بيوت سادة الطريق دزولي هليكوبتر تشيل العربة تشمر ليها ورا المنطقة السكنية وتركبوا ليها النوب شن الموضوع منه امر بناه منه اللي وافق على بناه ذن البيوت شلون بناه ببيوت بمحرمات بس يالله عادي كل شيء بالعراق الصغير بقى على هاي اما هنانا هذا قبل بصرح جسر الرميلة الشمالية بالاربعين كيلو معاناة الناس بهذا الجسر مو طبيعية ليش يقول لك الجسر التبليط اللي بيه متهالك التبليط اللي بيه قديم جدا لدرجة انه يبس وتكسر وماكو اي حلول جذرية اليه وهذا التبليط مو بس تكسر وصار طسات لا يقول لك الجسر هالسه مزروف وما انتجي تباوع تشوف جوا الجسر شكو واكو ناس تأذت من ورا تعالوا نشوف يا حكمة البصرة يا شيخ اسعد العيداني باوع هذا الجسر باوع له جسر الرميلة مع الاربعين كيلو باوع له شون مفلش باوع حتى زرف هاي بيها زرف زرف باوع يا معود والله رحموني تفلشت الوادي تفلشت السيارات هذا الجسر كله متفلش باوع هذا الجسر حتى مزروف مزروف والله العظيم مزروف باي باوع هذا كله الجسر كله سيارات يومية سبع ثمان سيارات تفلش حوائل تفلشت فيه حوائل اندمرت وراحت حرامات والله ساعدونا يا معود تحسمونها بالثواب تحسمونها لالله سووا يا معودهاي ثلاثة جسور بالاربعين كيلو متدمرات يومية حادث اربع خمس حوادث يصير بهذا الجسر هسا اللي يصعد الجسر وما من تبالاي النقرة ويسوي حادث يخابر اهله دا يقولوا مواب سوي حادث يسئلوا وين مسوي حادث يقولوا هم تصعدون جسر الرميلة مو اول نقرة ثاني نقرة تلقوني وين دارت البلدية عن هذا الجسر زيان اذا جسر محفور والاشياش ما تطالعة زيان ما هذا التبليط راح يبدين نخر ونتبدي الحفرة تتوسع من احتمال انه يوقع زيان اذا وقع الجسر وعلي ناس ووقع الجسر بالناس من يتحمل مسؤولية ارواح هاي الناس ابا لكم بس هذا الجسر بالبصرة لا لكم جسر جديد قديم لكن اليوم عجلت لكم كان بغداد اكو جسر ابو الدوب هياته هذا جسر ابو الدوب بس هذا وين هذا الجسر سعد اللي موجود بمنطقة الزريجي بالبصرة هناك المواطنيين ناشدون الجهات المعنية ان يلقون حلل هذا الجسر العديد المتهالك اللي يعتبر شريان الحياة لمنطقة الزريجي واكدوا انه هذا الجسر على وشك الانهيار ليش يقول لك صار ارتفاع بمناسب المياه وهذا الجسر بدأ يغرق وسابقا صارت هاي الحالة بالالفين وعشرين ووقع الجسر وطالبوا بوقتها بحلول جذرية مترقيعية مترقيعية في حين رقعوا الجسر اي كلام واعادوا للعمل مرة لخ وهذا الجسر صار اسوء مما كان عليه تعالوا نسمع الآن في جسر سعد الذي يربط منطقة الزريجي الآن ناشد السيد المحافظة المحترم والسيد قائم مقام شط العرب المحترم والسيد قائم مقام الديار المحترم بالتدخل فورا لانقاذ الجسر الآن تحت الهاوية هنا دوبة غرقت والدوبة الثانية هناك غرقت والمسافة بين دوبة ودوبة صارت عشرين متر الآن عشرين متر بين دوبة ودوبة والجسر لم يتحمل هذه الدوب الدوب لم يتحمل ان الجسر فالآن الجسر غرق وخال الماء الدوب هاي الثانية غرقت المترجم للقناة أما نقل الجسر إلى جهة أخرى وتصليحه ومكان الجسر ينشأ به جسر وناشد من المحافظة أن ينشأ جسر جسر لهذه المناطق المحرومة شمال البصرة فنرجو من السيد المحافظة التدقى طورا وإنقاذ هذا الجسر الجسر شحس الهاوية اليوم راح يغرق إذا غرقت هذه الدوبة الممليئة بالماء والدوبة الثانية ممليئة بالماء والثالثة وسغرق الأثنين يمتهي الجسر يعني بداية المفروض هذا الجسر من زمان خلصاني من عنده جسر أبو الدوب وغرقان لا الصور اللي ذكرتني ذكرتني بلعبة على الموبايل اللي يحبوني هندسة يبنون جسور للسيارات ومن تمشي سيارة يبدأ يتخربط ويوقع وهو فعليا هسا مخربط مموج ويقول إذا غرقت واحدة أو اثنين يوقع الجسر إذا ذاك يوقعون على القع هذا يطبون بالماء وإذا يطبون بالماء السيارة تقفل من ضغط الماء راح ترواح يا أبو أرواح بس ويا من نحكي تعالوا أشوفكم شنو اللي دايصير بالعراق نانا محافظة ديقار ناكا ما دايش تغلون نانا دايش تغلون لكن نانا المواطن تشتكى من تلكوا الأعمال اللي موجودة بجسر النصر اللي هي يقول هي مو دايبنون جسر جديد لا هم دايرممون الجسر اللي موجود أصلا لكن الشغل من سنة لليوم مكانك راوح ليش لأنه كلش بطيء تعالوا شوف طبعا معجزة العالم صار جسر النصر جسر النصر صبا شون يعني جاي صاب لك صبا ما البيت الطويل 15 يوم هذا صال لسنة حاجز صوب وصوب الناشد من الناشد حسنا ملوس والله ملينا عميها محافظة ديقار انتج جديد النائب المحافظ معاول فني عم تعالوا شوفونا المصيبة هاي يشتغلون يومين يقعدون شهر عمي بتلينا هاي آلياتهم ماكفة مدرعات لي هو ترميم ترم هو جسر جديد ترميم ترميم صار لسنة يعني جسر واحد مية وثلاثين ألف عندنا بس جسر واحد يلعبون علينا لعب ماكو عمال اكو شريف يتابع هذا العمل اكو واحد شريف يتابع هذا العمل صار لسنة صبا ما البيت والله بقدس سطح ما البيت صار لسنة وترميم الله ينتقل منكم أطلقتها الحكومة بتحويل جدول الأعمال تلشفتات بحيث أنه يشتغلون صباح ومساء حتى يخلص بسرعة لكن واقع الحال يشير أنه وتيرة العمل بي بيها تقطع مو طبيعي على الرغم أنه مسافة الجسر 800 متر ما عرف إحنا بالناصرية ما عدنا حظه جسور لو جسورنا عوج لو متلك إيه لو أحدهم لو متوقف لو مفلش هاي بالناصرية ما عدنا جسر صاحب الناصرية وبيحظ نتأملنا خير في جسر شهاداء الزيتون هذا الجسر يعد من مشاريع فك الاختناق وقلنا يا الله الجسر نعد بخطة 21 باشروا به العمل من سنة 21 شهر العاشر إلى الآن الجسر نظار يعني بين فترة وفترة يشتغلونهم شوية ووقفوا يعني ما يشير هيتشي إحنا نريد نعرف يا رئيس الوزراء توجيهاتك بنظام العمل تل الشفتات وين صارت مثل هيتشي مشروع داخل المدينة والمدينة بقى مسل حاجة إلا وكلكم تعرفون الناصرية الصيحة الغوثة الغوثة أثناء الدوام من ورا فك الازدحامات وهذا يعد مهم يعني يربط يربط الصوب الشامية بالجزيرة وطريقة جامعة المؤدى عليه يعني هنا نصير ملحمة مال السيارات إحنا المواطن شنو الذنب من هاي المعانات زيان إحنا التوجيهات الجهات الرقابية نسب الإنجاز الرقابة مال نسب الإنجاز زمان رقابة المالية صندوق عمار ديقار أنتو بس فهمونا يعني ما كو سلطة على اليكوم شوية تقلقهم الحرقة على المدينة وتقول هاي خطيئة المدينة محتاجة هيشي أماكن إحنا هاي الرسالة ريس الوزراء وللأمين العام يخلصنا من المشاريع المتلكية لأن إحنا الناصرية ما تتحمل ما بها جسور ما بها بديل هذا حال العراق فليش عدنا جسور متهالكة وآلة للسقوط لأنه عدنا جسور مدى تكمل من سنوات ليش ما عدنا مدارس لها عدنا مدارس مدى تكمل من سنوات روز قالت كارثة قبل نقولهم متلكيين قالوا سلف ماكو تم صرف السلف بعدين قالوا تصاميم ما مصادقة قبل تقريبا شهر أو نصف تم مصادقة تصاميم كاملة ولا شفتين ولا ثلاثة تحسين علي كل الشركات عملها غير كفوق وبطيء وبدون متابعة ومحاسبة منتظر المنصوري أهل المنطقة أخذوا مكاين الماء وسحبوا الماء من الدوبات ووضعية الجسر مخيفة صالح والله عيب احنا بالقرن الواحد وعشرين ونازلنا نستخدم هذه الجسور المتهالكة نعم فعليا فعليا أما هث قدنا كارثة الكوارث مطار بغداد الدولي اللي حسب مراقبين أجمعوا أنه هو يعتبر أكثر المطارات بالعراق تهالكا ويعاني من مستويات عالية من الاندثار والإهمال وأكدوا أن مطار بغداد الدولي متهالك بأعلى المستويات إلى جانب أنه ما بيعي خدمات لسبب أحد المواطنين نشر مقطع مصور يبين لكم الحال المتردي لمدخل مطار بغداد الدولي وقال أنه هو بنفس تصور قبل ستة شهر المكان نفسه حتى يبين سوء المدخل على أمل أن يحدث هذا الشي تغيير لكن ما حصل أي من هذا أي تغيير أو شي من هذا القبيل وقال أنه تفاجأ اليوم لما ندخل إلى مطار بغداد واللقاء أسوأ أمن السابق تعالوا نشوف يعني أنتم يشيلها عقلكم أنا نشرت فيديو قبل ستة شهر على المدخل مال مطار بغداد الدولي هذا قبل ستة شهر وصار ضجع الفيديو ونشره حتى قنوات فضائية نشره أتفاجئ اليوم أروح المطار بغداد الدولي ألقيه نفسه على وضعه وبعد أنقص زين وزير النقي اليومية تطلع واجتماعات والعناية والاهتمام بالمطار لأنواجهة البلد إشقال المواطن قال أنا صورتك قبل ستة شهر خافك واحد ناسي راح نذكركم به المقطع الانتشر بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي بذاك الوقت هو هذا واللي بوقتها العالم كلها حجت على سوق مدخل مطار بغداد الدولي تعالوا نشوف أنا أريد أسأل بس مدير المطار المحترم هذا مدخل مال مطار بغداد الدولي هذا مدخل مال مسافرين القرآن عليك بس شوف هذا مدخل يعني أكويش مدخل مال مطار بغداد الدولي مدخل مال مسافرين هذا كل ساعة واحد عاثر بمشلع الكاشي يعني هس مني نقلوك تقول أنا مهني وعندي كفاءة وأني عدي خبرة بالمطارات شوفوا هذا مال فحص النساء باعوا هذا تفتيش النساء باعوا هالغرفة باعوا القرآن عليكم يعني ما أعرف ما أعرف هذا مطار بغداد الدولي أدري ما بيهم واحد استحى وقال يا بل عالم شافت هذا الفيديو خلي شوية نحسن شوية نصرف على الأقل للواجهة الواجهة اللي قدام العين اللي جوه أنتوا تردوه خربان أنتوا جواكم خربان خربوه بس على الأقل حسوا بالواجهة أما هساكو فيديو فهو يعتبر كارثة الكوارث وهو انتشار عشرات الكلاب السائبة في ساحة ومدرج مطار بغداد الدولي هذا المقطع اللي تم تداوله بشكل كبير جدا على منصات التواصل الاجتماعي اللي يبين به قيام الكلاب السائبة بملاحقة أي شي متحرك على أرضية المدرج وبيّن لكم بهذا الفيديو أنه تشلاب ركضت وراء سيارة وراء طيارة خلال انتقالها من أحدى الطائرات باتجاه صالة المطار وصارت موضع انتقاد وسخرية من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي لأنه صارت ظاهرة إضافية تضاف إلى المشاهد السلبية في مطار بغداد وقطاع الطيران في العراق عموما وزارة النقل في حكومة الإطار التنسيقي اللي رأسها محمد الشاعر السوداني اتذرعت أنه فيديو هذا مع المجموعة الكلاب مدرج مطار بغداد الدولي متصور بالـ 2022 وما نطط أي تفسير لوجود هذه الكلاب اللي تلاحق عجلات وطائرات أثناء محاولة الإقلاع وقابلت الوزارة اللي يرأسها رزاق محابس عجمي السعداوي القيادي في ميليشيا بدر واللي تزعمها هذا العامري واجهت تهكم وتندر شعبي بالعراق ببيان اكتفى بالقول أنه الفيديو قديم جدا يعود العام 2022 وقال المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي أنه إعادة تداولة مرة ثانية بهدف الإساءة للتطور الحاصل في مطارات العراق ومطار بغداد الدولي تحديدا واللي يشهد المطار من حملة لإعادة ترتيب أوراق المطار والقضاء على الفاسدين حطوا لي جواها ألف خط وديروا بالكم الصدقون تعالوا نشوف أنتو تعرفون رزاق محبس يسوي هو راد يخلص من الفيديو يقول لك هذا ما موجود هذا متصور بالالفين واثنين وعشرين تعال 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 الفين واثنين وعشرين شنو ترى خاف عبالك إذا فلنفرض هذا الفيديو متصور بالالفين واثنين وعشرين قبل السنتين عبالك هاي الحالة راحت شي لك من التساؤل أنت وحكومتك وإطارك ووزرائكم وأي واحد بابا مطار شلون طبت لأي شلاب فهمني إياها شون وصلت للساحة والمدرج ذا أني طيارات لو مو طيارات ذا أني مدى يفترن بالمنطقة بالشارع حتى بالمنطقة أكو ناس تكافح وجود الكلاب السائبة والعراق اليوم دي يعاني من كثرة وجود الكلاب السائبة بالشوارع مطار شطبب هن المطار وبعدين أنت تقول أن الناطق الرسمي بسم وزارة النقل تقول التطور اللي موجود في مطار بغداد هاي عندك فيديو واحد قبل ستة شهر واحد وراء ستة شهر شنو التطور الجديد؟ أنا أقول لك نسبة الكاشي المكسر اللي موجودة بمدخل بطار بغداد زاد نسبة المشاكل اللي موجودة بمطار بغداد زادت أي شي صح موجود بمطار بغداد ما موجود والشتت جاي راح أذكرك إذا الله بقانا عايشين وطلعت ببرنامج صوتكم الشتت جاي راح تمطر الدنيا والصالم والمطار بغداد راح يطبلها المي فلا تقول لي تطور آدم أبرامز يقول المطار اللي ديرها ميليشيات إيران هي تكون وضعة سيد جواد كاظم المدني الدولة بدون قانون تتوقع غير الفوضى هو بس المطار شوف الشارع شبي من فوضى نعم فوضى عارمة مع الأسف وثائر الزبيدي يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مطار دولي يا معودين مطار دولي صدق تشذب معقولة هاي الحالة يعني وحنا عام 2024 ومصطفى السامراء يقول غياب الدولة واستفحال الفساد لازم نتوقع الأسوأ أبو عمر من بغداد حياك الله أفل وتحياتي لقناة الرافدين وجميع أستاذ المشاهدين الكرام حياكوا بيار أشكر لك أستاذ أفل أستاذ أفل إحنا نعرف العلاق قبل 2003 مطار بغداد الدولي اللي كان هو من أعظم المطارات من الشرق الأوسط ليش كان من أعظم المطارات لأنه كان عندنا دولة وكانت عندنا حكومة هاي الحكومة من تكون إلى هيبتها ولها مكانتها تعرف أنه كل رؤساء العالم وكل رؤساء الملوك العالم يعني وكل مسؤولين بأي دولة كانت إذا دول الأوروبية أو الدول الشرقية فكانوا تجينا وفود يعني من قبل هاي الناس اللي تدخل للإراق فكانت أن تكون دولة هاي دولة مسؤولة ومشرفة على المطار مشرفة وكل أمور الحياة اللي تناومها المواطن فما كان عندنا في الموضوع أنه نشوف الكلاب السائبة أو إهمال اللي نشوفه من حكومة الحكومة العراق قبل 2003 هذا يعتبر خزي وعار الحكومة اللي جاي تحكم الآن من 2003 لحد الآن طبعا من تكون وزارات ومطارات بيد عمار الحكيم وبيد مولانا وبيد هذول الناس المحترماتي للمشاهدين ناس الزبالة تقود البلد فأي من تكون هاي الحياة اللي عندنا يعني حياة غير متكاملة حياة غير محاسبة بيه بيه لأنه ما عندنا حكومة ما عندنا سلطة تحاسب هاي الأشياء اللي قاعد تصير عندنا والفساد والمال العام الهدرة والطائرات اللي قاعد أطلها والطائرات اللي جاي تتروح مترجع والطائرات اللي تأجيل الرحلات والجنط اللي قاعد تتروح عندنا يعني دتيه الجنط يعني فالمسائل جدا يعني عيم وخزي حالدولة ليش لأنه احنا مازال أحزاب وعمار حكيم وربعة اللي قياداتهم الفازة اللي هاي تتمثل مطار للأسف هذا مطار يعني عراق بالعالم كلك عروفية ليش هستحلم من 2003 بحد الآن ما ما عدنا أي يعني بلدان عربية أو من دول الشرق أو من أي دول عالم ما تجي للعراق ما تجاي يستضيف أي وزير أو أي رئيس من الرئاساء الوزراء لحكمه على العراق من 2003 ليش أنه قام يستهانون بالحكومة العراقية وكل الحكومات اللي جاي تحكم بالعراق هذا يعتبر إخان للحكومات العراقية لحكمة العراق من 2003 حتى الآن يعني كيف يجي رئيس أو مسؤول يدخل المطار ويلاقي بس الحالات يعني ننشوف الأماكن اللي مثل ما شاهدنا ننشوف التطوير هذه للأسف كان إدارة حكومة ومسؤول عليها هذا يعتبر خزي وعظة استحجوا ناس اللي هم ملاحظهم غير على البلد ولاعدهم ولاعد البلد ولاعدهم أنه حب أنه يتخذون مني يشوفون هاي الأمور بس للأسف للأسف إحنا نتأمن أن يكون تدغير هاي الحكومة وتطير دولة يعني يرجع الاحساب للدولة ويرجع هيبتها وترجع مكانتها إلا يجب أن نتقاط هاي الحكومة الفاسدة وتغيير هاي الوجوه إلى حكومة أن تعتمد على شعبها وبناء يعني بناء جيد تكون فتحياتي إلى كستان أفل وتحياتي خلالكم العظيمة البطلة حياك الله أحد سكان منطقة الرشيدة التابعة لقضاء الهندية بمحافظة كربلة يشكو من تراكم المياه الثقيلة أجل لكم الله لها مياه الصرف الصحي أو المياه الآسنة بالمساحات اللي موجودة بين البيوت السكنية على الرغم من تواصلهم ويالمسؤولين بدائرة المجاري لقضاء الهندية لكن لحد الآن من سحبت هاي المياه وما خلصوهم من الآثار البيئية السلبية على السكان وما تمت الاستجابة إلهم تعالوا نشوف المناظر الجميلة لبندقية مياه الصرف الصحي هاي دائرة المجاري الهندية من خابرة ويضحك علينا ما يجي ما قاعد يتواصل وهي منطقة الرشيدة ما يتعاون من المنطقة شوف هاي المجاري والأمطار ما المي مال الجدوى اللي يبشل هنا على المنطقة وهاي المعانات وهذا البرق وهي بيوت الناس بنص البيوت هاي البرق شوف هاي صارت لك بنص البيوت هاي المنطقة قريبة على الولايه منطقة الرشيدة هاي معاناتهم والسيد ماكو زيان سيد مشرق نخابرة ما قاعد يجي للمنطقة ولا يجي هاي ساحبة تسحب هذا المجاري هاي الوضعية أهالي الرشيدة هنا نمودي عنهم بس إنه ما يمضايقهم أو لون أسود لا روائح وأمراض وحشرات وهوايا أمور أما في النجف أحد الناشطين ينتقد المسؤولين وتقاعسهم عن أداء واجبهم الرسمي بتقديم الخدمات المواطنية ورصد تراكم النفايات بأحد شوارع منطقة الميلاد اللي من المفترض أن يتمتهي أتها إضافة إلى توفير متنفس للعوائل والأسر اللي موجودة بالمنطقة تعالوا يا يسف قناوي يا محافظة النجف اللي جيتوا بالصدفة هاي رسالة إلك والأعضاء مجلس محافظة طبعا بالأحرى أنت جيتوا بالصدفة وأنا دائما أقول بالصدفة بدل ما أنت تفتري على المولات والكوفيات والملاهي مالس الأطفال بحجة تكسب أو عطف هاي الناس إلك تعال طب شوف الوضع اللي مزري بالمحافظة النجف الأشرف شوف الوضع هاي اللي هي عبارة عن ساحة ومتنزلة للأطفال اللي تلعب بها اليوم صارت عبارة عن ساحة مع الأزبال والنفايات يعني أريد أوصفها في الدبسط لأنها حقيقتكم بالمناسبة هاي حقيقتكم لأن هذا الوضع صال لعشرين سنة ما راح يتغير لليش ما راح يتغير لأن اليوم أرجع وأقول هاي حقيقتكم حقيقة فازدة أنتوا جئتوا صدفة لكن نهايتكم وين هذا المكان صدفة جئتوا من هنا وراح تروحوا من صدفة للمكان هذا من النجف الأشرف أحد شوارع منطقة حي الميلاد هذا اللي داي صير بالنجف وعدنا مناشدة من أهالي قرية المهنوية اللي تابعة إلى سدة الهندية شمالي محافظة بابن الناس هنا نتعاني بسبب تحويل مياه الصرف الصحي أو المياه الثقيلة أو مياه المجاري إلى نهر السدة أو البزل بسبب مياه المجاري الثقيل وديصير تلوث بي بسبب يتعرض أبناء هاي المنطقة إلى العديد من الأمراض خاصة أطفال منهم وديطالبون الناس أن يلقون حلول سريعة ومناسبة ويطالبون الجهات المعنية أن يتشكل لجان وتكشف على الموقع وتكشف على المياه الثقيلة اللي تتسبب أضرار شبيرة ومنها أمراض وتلوث مياه الشرب وتلوث بي وغيرها من التلوثات ويقترحون أن يتم نقل هاي المياه الثقيلة بواسطة أنابيب إلى مناطق أخرى بعيدة أو يلقوا لها تصريفة ويعزلوها عن مياه الشرب اللي موجودة بالأنهر تعالوا إحنا هاي منطقة المهناوية وخاصة منطقة المضاخات تم تحويل مياه المجارب الثقيلة بصورة مفاجئة يعني بدون سابق اندار وحاليا نعيش حياة سيئة جدا لا كبير بالعمور أطفال يعانون رائحة والمشكلة كيوان مياه الشرب النشرب منها ايضا تغطت المياه الثقيلة فإحنا ناشي سيادتكم أن ترفعون عننا هذه المعانات هاي مناشدة مناشدة إنسانية لا إلي ولا غير منطقة كاملة لأنه هيتوها بهذا المشروع مال المجاري تحويل مياه السدة على أول بجر رئيسي بمياه المناوية كنا نستخدمها لسقي مزرعاتنا حاليا انتهت هاي الميزة مال السقي والاحتياط لانسحب المياه بعد انتهت عنا أروال أروال مواشي أروال مواشي بعد انتهت لأنه هذا المياه سام قاتل هو أصلا سام بمواد كيميائوية مواد سامة بأكثر من مئة مادة سامة موجودة به يعني حتى بالتنشق بالاستنشاق هو خطر عليه نحن يعني هسنا من تمشي ما تقدر الله شاهد ما يقدر بس إنه البيوت القريبة من كتر ما يقام يستنشقونها ما يكون صارعتهم بليش باع يعني يعني يسمم وما يدي بنفسه هذا الحال الذي يصير بقضاء السدد الهندية محافظة بابل الناس علقت أبو حيدر اليساري من المسؤول عن مشروع نقل مياه المجاري إلى مبزى رئيسي لأراضي الزراعية ومدخل لناحية السدد الهندية رائحة المجاري الكريهة وكارثة بيئية لنقل الأمراض والأوبئة بدل ما يكون مدخل يليق بهذه الناحية المنكوبة التي تعاني من نقص بالخدمات كافة والتي كانت قبل 60 سنة مدينة سياحية وتجارية عباس الطائي وينكم مجاري ثقيلة تصف في تحويل مؤقتة لتبطيل نهر الكفل هذا شلون تخطيط كريم الطائي إذا ما يجون يسوون حلل هاي الكارثة نسوون مظاهرات ونقطع الشارع تلوث المنطقة بكل شي لمهنوية مهملة لا شوارع لا ماء لا كهرباء بس بوقت الانتخابات هذا يبين ولايتكم لعدوين ابن ولايت ما يجي يشوف بس بالانتخابات نشوف وجهكم علي الراجح عيب على أهل الاقتصاص عدم وجود الحدود تذكرون قبل شوية قلت لكم المتحدث باسم وزارة النقل ميتام الصافي قال أنه أكو تطور بالمطار العالم من تنشر ما تريد نشوفه قسم التواصل الاجتماعي قناة الرافدين صلى تضوع على مسلسل الفساد بمطار بغداد الدولي اللي عاني من الأهمال تعالوا نشوف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دولة الرئيس يدزل مقطع فيديو عن المطار الحمامبي والسيارات الطابقة المدنية مدري علم من ما تعرفها والناس غوسة ما يلق بيكم كإدارة مطار هذا اللي لا يصير بمطار بغداد الدولي استاد ميسا مصافي وعيني استاد رزاق محابس السيد السوداني يدزل لك فيديو بالواتساب هذا ما يلق بيك أصلا أنت كوزير نقل المفروض أنت اللي تروح تشوف ما تخلي واحد يدزل لك فيديو بواتساب نلتقيكم على خير إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامج صوتكم بإذنه تعالى الخمس يا ماني الله اشتركوا في القناة